بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد على الود والخير والمحبة نلتقيكم ونرحب بجميع الحضور الكرام تحية اعتزاز وفخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ صفى محمد علي من فريق التقديم من منصة أريد الدولية تتشرف منصة أريد العلمية الدولية للعلماء والخبراء والباحثين وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة أن تقدم لكم محاضرة علمية مشوقة في ظل عالمنا الرقمي المتغير بسرعة البرق وكل شيء يتطور ويتغير يوما بعد يوم لذلك علينا البحث والابتكار والتكيف مع هذا العصر المتغير ونستمد منهجنا بالاعتماد على كتاب كرمه الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فهو مصدر للإرشاد الروحي والقوانين الشرعية وكنز الحكمة والمعرفة الباهرة التي تفوق التفسير البشري في ظل محاضرة علمية تركز على الإعجاز القرآني في ظل تحديات العصر الرقمي وسنكتشف كيف يتفوق القرآن في تنبؤاته العلمية المذهلة وترتيبه البديع وقوته الإلهامية التي تلامس القلوب والعقول ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد رجب النجار رئيس الأكاديمية الدولية للتطوير وعضو البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية للاتحاد الأوروبي وأستعرض مع حضراتكم نفذة مختصرة من سيرته العلمية المتميزة سعادة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أحمد النجار حاصل على لقب الأستاذية من جامعة حكومية ماليزية حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجامعة التكنولوجية قسم هندسة الإنتاج والمعادن أشرف على أكثر من عشرين طالب دراسات عليا ونشر أكثر من مئة بحث علمي في مجلات علمية دولية رصينة ذات عامل تأثير متفع مشارك في أكثر من خمسين مؤتمرا علميا دوليا ضمن مجال البحث العلمي خارج العراق وحصل على وسام التميز العلمي على المستوى العراقي للتخصصات الهندسية ولأكثر من أربعة استمرات متتالية سابقة وأيضا حصل على براءتين اختراع في مجال التخصصات الهندسية ونشر كتابين الأول بعنوان استيل تكنولوجي والثاني بعنوان معالجة النفايات الصناعية لدار النشر بألمانيا عزو الجمعية الهندسية العالمية بونيك للأطراف الصناعية والروبوت وعزو البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية ومدير مركز قادة التدريب الأمريكي الدولي للهيئة العالمية الأمريكية للاختراع والتنمية والاستقناء وسيقدم لكم حضورنا الكرام وحضرته العلمية لهذا اليوم تفضل سعادة الأستاذ دكتور مصطفى معكم الصلاحية شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم ساتة الأفاضل زملائي وزميلات العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وصيام مقبول وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير كل التحية والتقدير إلى منصة أريد والقائمين على هذه المنصة برعاية الأستاذ الدكتور السيف السويدي المحترم وكل الكادر لهذه المنصة العلمية اللي حقيقة الأمر هي بها عملها هذا تصنع المعرفة وتفيد المجتمعات في مجالات التخصصات المختلفة نحن بهذه الأمسيات الرمضانية نحاول نسلط الضوء على مقتطفات من الأجهاز القرآني في ظل تحديات العصر الرقمي والآن اللي حنسلط الضوء على مصطلح اللي يدعى أو يسمى بالتليبورتيشن التليبورتيشن هو النقل الكمي أو النقل الآني أو النقل اللي يختص بمجال ما يسمى بفيزياء الكم وحقيقة الأمر هذا الموضوع مهم جدا لأنه هو نقدر نعتبره يعني حسب اعتقادي الخاص هو من حافات العلوم اللي تحاول معظم الدول المتقدمة بهذا المجال أتمنى بأنه أنا سأستخدم الرئيز هذا حتى تسمحوا لي بتشيير المحاضرة أستاذتنا العزيزة تمام بردك تمام أنا داخل بحسابي الحساب دا أتكلم من حضراتكم هذا من الموبايل هذا بس مجرد للصوت ولكن الحساب الآخر اللي داخل به هسه هستخدم الرئيز هان حتى تسمحوا لي بالتشيير حتى أشير المحاضرة من الحاسبة حتى يكون يعني عملية التشيير بالشكل الصحيح ممكن أنا هسه مسمى الآخر اللي دخلت يعني أنا فضل الدكتور أعطيتك الصلاحية فضل عفو الأكتور تمام تمام بارك الله بكم إذن نعم أشكركم شكرا جزيلا نعم إذن الأجاز القرآني في ظل تحديات العصر الرقمي حقيقة الأمر هذا الموضوع من المواضيع المهمة اللي بدأ في بدايات القرن العشرين وبدأ يدخل في مجالات كثيرة وبدأ الناس والدول المتقدمة والمراكز البحثية المتقدمة أنه تعمل على الولوج بهذا التخصص لو نجي نعرف شنو معنات التلي بورتيشن هو عبارة عن النقل الكمي أو النقل الآني وهذا حقيقة الأمر المصطلح كلمة تلي تعني بعيد وبورتيشن معناتها تعني النقل فالتلي بورتيشن هو النقل البعيد أو النقل الكمي أو النقل الآني وهذه التكنولوجيا مثل ما قلنا يعني تدخل في مجال وبعمق في هذا العلم اللي هو يعني أو يعتني بنقل الجسم من مكان إلى مكان آخر مهما كانت هذه المسافة بعيدة وبسرعة تتجاوز سرعة الضوء بأضعاف هذه السرعة وإحنا قلنا مثل ما أشار العالم ألبرت أنشتاين العالم العبقري اللي قال كل جسم تكون سرعته بسرعة الضوء هو ضوء يتحول إلى ضوء ويصبح ضوءا ما بالك إذا كانت السرعة هذه أعلى من سرعة الضوء إذن هناك تحديات وإشكالات كثيرة ولكن هذا كله بعد هذا العلم والولوج بهذه النظريات وهذه التقنيات الحديثة نجد بأنه هذا موجود بالقرآن الكريم من قبل أكثر من ألف واربعمائة سنة ويمكن هذا الحادثة صارت أدنى من الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل آية 37 إلى آية 40 اللي البداية ما لقتها حقيقة الأمر تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وتنتهي الآية إلى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك طبعا هذه الحادثة كنا معروفة ما بين سيدنا سليمان نبي الله سليمان عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وما بين ملكة القيس ملكة السبع وهي كانت باليمن وهو كان حسب الروايات أنه في بلاد الشام فبعد الحادثة المعروفة أنه طلب من أحد الجن أنه من يأتيني بعرشها فأحدهم قال أنه بعد ما تقوم من مقامك وترجع لح تلقي العرش مال الملكة بالقيس أمامك قال الذي عنده علم من الكتاب وهنا علم من الكتاب هو علم مختص به الله سبحانه وتعالى اللي يقول في آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من الآية الكريمة تقول قال الذي عنده علم من الكتاب إذن هو جزء من هذا العلم الله سبحانه وتعالى تفضل به ونقل هذا الجسم اللي هو العرش من مكان إلى مكان آخر بأجزاء بزمن قد لا يكاد يذكر اللي هو أقل من الثانية وبسرعة تفوق سرعة الضوء هذا العلم حقيقة الأمر بدوا العلماء في بداية القرن العشرين يصلطون الضوء على هذا العلم شنو هذا شون النقل إذن أكو تحديات أكو أسئلة كثيرة أكو علامات استفهام إذن وجدوا بأنه هذا هي مو خرافة ولا يعني ضرب من الخيال هذه تكنولوجيا التكنولوجيا هاي رح تكون تحت مسمى التليبورتيشن النقل الكمي أو النقل الآني وهذا قلنا قبل قليل أنه تنقل الجسم بأكملة من مكان إلى مكان آخر هنجي في البداية نحدد بعض العناصر الأساسية أنا الآن في العراق أتمنى دكتور وزن معين ولحستخدم واسطة نقل معين ممكن تكون السيارة ممكن تكون الطائرة ممكن تكون الغواصة ممكن يكون قطار أي وسيلة من وسائل النقل العملية هذه لح تستغرق وقت معين والوسيلة ما ألتي لوسيلة النقل هتكون لها سرعة معينة إذن هناك عناصر أساسية اللي هي واسطة النقل الزمن السرعة الكيفية النقل من انتقال من مكان إلى مكان آخر طيب إحنا الآن نتحدث على أجسام وهذه الأجسام في البداية خلتكون هي جماد لأنه مسألة أنه نقل الإنسان من مكان إلى آخر هذا سيكون بأبعاد كثيرة جدا يمكن سنشير لها في نهاية المحاضرة طيب أنت هذه الأشياء من تنقلها بهذا الحجم وهذه الضخامة وتنقلها بسرعة معينة إذن هذا شيء تقليدي شيء طبيعي وهذا يمكن ينحكم بقوانين الفيزياء التقليدية للعالم نيوتن قوانين الحركة وقوانين السرعة والتعجيل وإلى آخرين ولكن أن تنقل هذه الكمية وهذا الحجم الكبير بأجزاء من الثانية وبسرعة تكهات تفوق سرعة الضوء بعشرات الآلاف من المرات هذه بوحدها هي تحديات العالم العبقري ألبرت أينشتاين قال كل شيء يكون سرعته بسرعة الضوء يصبح ضوء طيب ما بالك إذا كان أسرع من الضوء زيان إحنا هنا رقم واحد شنو الوسيلة اللي حتنتقل إلها وهل هذه التكنولوجيا اللي التليبورتيشن النقل الكمي أو النقل الآني ممكن نستخدمها لأي جسم وبأي حجم رقم واحد هذه التقنية تستخدم لنقل الأجزاء اللي تكون مستوها تحت الذر يعني نحن نتعامل الآن مع إلكترون مع نيوترون مع بروتون هذه التقنية مخصصة لهذه الأمور بس هذه بالمستقبل لح تنطي أبعاد كثيرة جدا والدليل على ذلك بأنه العلماء من جوي وقروا القرآن الكريم أو شخص آخر نبههم وقالهم يا جماعة الخير ترى إحنا عدنا آية كريمة بسورة النمل آية 37 لآية 40 تقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه آني يا نبي الله سليمان قادل على باستطاعت أن أجيب لك أو أقل لك عرش الملكة بلقيس ملكة سبا من اليمن إلى الشام بأجزاء من الثانية مجرد يرتد إليك طرفك تغمض وتفتح تلقي العرش أمامك إذن هذه مثل ما قلنا هي مو خرافة ولا هذا ضرب من الخيال ولا هو سحر هذا علم وتكنولوجيا الآن تدرس هذه التكنولوجيا طيب رقم واحد قلنا هذه التقنية تدخل في مجال ما يسمى بفيزياء الكم وفيزياء الكم تختلف كلين عن الفيزياء التقليدية إذن إثنان لح ندخل ببعض المصطلحات واحد من هذه المصطلحات اللي هو الـ المعلومات الكم معلومات الكم هذه لح يحكمها فيزياء الكم وهذا العلم يعني واحدة من الأساسيات مالته هي نظرية الاحتمالات طيب إحنا هنا النقل لهذه الأجزاء قلنا الجسم يجب أن يكون بمستوى تحت الذر يعني الحجم مالته لح يكون حجم قليل جدا هذا رقم واحد زيان شنو واسطة النقل اللي حينتقل بيها هذه الجسمات البارتكلز بهذا الحجم الدقيق جدا الذي قد لا يرى بالعين المجرد ولا حتى بأقوى المجاهر الواسطة النقل اللي حتكون الوايف الموجات عبر الأثير زيان الانتقال من مكان إلى مكان آخر إذن هنا عدنا مكان الـ الـ الموقع الثاني الموقع الثاني هو خليقون المستقبل والمسافة بيناتهم مسافة ما بين الشرق والمغرب للكرة الأرضية إذن إحنا هنا بدينا بالبداية خددنا بعض الفرضيات اللي هي الجسم المنقول هو بارتكلز بمستوى تحت الذري الواسطة اللي تنتقل بيها هي عبارة عن الموجات أو الموجات الأثير زيان والسرعة اللي تنتقل بيها اللي حينتقل بسرعة كانت تكون أضعاف سرعة الضو بآلاف المرات إذن هذه هي حقيقة التليبورتيشن زيان هل هذه ممكن أنه تتحقق يعني على أرض الواقع هنا طبعا العلم اللي يختص مثل ما قلنا بالنقل الجسيمات التحت الذرية هو علم خاص بفيزياء الكم اللي هي النيوترونات على بروترونات على ألكترونات لكن خلي فيبانا وكلنا البعض من عندنا معروف إلى بأنه هذه الفيزياء قائمة على نظرية الاحتمالات بس أهم نتائج فيزياء الكم هو مصطلح اللي تشوفه أمامنا الانتن قليمنت هذا المصطلح اللي هو يعرف بالتشابك الدراسات والبحوث المختصة بهذا المجال تقول بأنه المسافة ما بين هذه الجسيمات مهما كانت بعيدة بيناتهم لحيكون بيناتهم ترابط أو تشابك وهذا التشابك مهم جدا أساس هذا التشابك هو ينبني عليه الكون اللي إحنا عايشين به لو تنظر إلى السماء الدنيا كم من المجرات بها إحنا الكوكب الأرض بيئة المليارات من الكواكب في مجرة تدعى بمجرة درب التبانة بس السؤال اللي ينطرح كم مجرة في هذا الكون ملايين آلاف مليارات سبحانك يا رب شنو من وسأ من هذا الكون اللي موجود به بس هذا أساس هذا الكون هذه الكواكب فيما بينها مرتبطة مع بعض البعض بيناتهم اللي هو هذا التشابك أو الترابط ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الذاريات آية سبعة والسماء ذات الحبك والله سبحانه وتعالى الخالق له الحق في أن يقسم بأي مخلوق من مخلوقاته فيبين من خلال القرآن الكريم بأنه هذا السماء الدنيا بكل التفاصيل الموجودة بيها من كواكب من مجرات من كل شيء هذه مرتبطة مع بعضها البعض بحبك بتشابك بسيستم هذا السيستم عظيم بكل بكل ما تعنيه وإذا أي خلل في هذا التشابك سوف ينهار الكون في أجزاء من الثانية طيب شنو دليلك على ذلك الأرض الدور حول نفسها والقمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول الشمس والشمس والأرض تسير بسرعة خطية إلى المجهول في هذا الكون العظيم لكن برقم الحركات الثلاثة للكرة الأرضية لا شفنا بأنه ما ينكب أو الكائنات إذا كان الإنسان أو الحيوان أجل لكم الله اختلف أو إلى آخر ولا حتى الأبنية انهارت بالرقم من الحركات الثلاثة التي تقوم بها الكرة الأرضية أو بسرعات الأرض تدور حول نفسها والحركة الثانية تدور حول الشمس والشمس والأرض بسرعة معينة باتجاه خطية بسرعة خطية باتجاه المجهول منذ أن نخلق هذا الكون إذن معناته هنا هذا يعني يأكد أنه التشابك القوي اللي ما بين جسيمات هذا الكون نجي شنو علاقتها بالتقنية اللي هي التليبورتيشن كل جسيمين فيما بعضهم البعض بمستوى تحت الذري لهم هذا التشابك وهذه من تنتقل من مكان إلى مكان آخر لحتروح بنفس المعلومات الموجودة عندك يعني شنو المقصود من هذا الكلام إنه الجسيم من يصير بمستوى تحت الذري بالمقياس الحجم مالته يعني كان يكون نيوترون أو ألكترون أو بروتون وحتى الفوتون اللي حني نجي بعد قليل عليه هذا من ينتقل لحينتقل عبر الأثير إذن رقم واحد الجسيم مالتنا تحت مستوى الذري يكاد لا يكون له وزن مع العلم بأنه كثير باحث عالم عراقي أثبت لوكالة ناس اللي بحوث الفضاء في بحوث يعني في زمان ما ووقت ما بأنه الفوتون إلى وزن لكن احنا شوية دعنا من هذه الأمور نقول رقم واحد توفر أن الجسيم بوزن يكاد لا يذكر وحتى وإن كان يذكر فهو وزن ضئيل جدا هذا رقم واحد رقم اثنين الواسطة مال النقل من مكان إلى مكان آخر بعيد جدا الرقم واحد الموقع الأول كان في مشرق الأرض والموقع الثاني كان في مغرب الأرض هذه المسافة الطويلة إذن انتقل عبر الأثير من خلال هذا الواسطة النقل الزمن اللي استغرقه يكاد يكون أجزاء من الثانية وقد تكون لا تذكر يعني قد يقاس بالفمتوسكند أو الأتوسكند ومعروف لحضاراتكم الفمتوسكند هو واحد في عشر اثناقص خمسطعش والأتوسكند هو واحد في عشر اثناقص خمسطعش وبعد أكو أيضا قياسات أخرى إذن هو انتقل أبر واسطة اللي هو الوايف الأثير الموجة وبزمن يكاد لا يذكر وبسرعة كانت تكون أعلى من سرعة الضوء إذا تحققت هذه الأمور إذن معنات لحدتم عملية النقل طيب أنت نقلت هذا الشي زيان إحنا دي نحكي على أجسام كبيرة هذا شون تنقل رقم واحد خلينا نثبت بأنه من قام بهذه العملية أول فريق بحثي قام بنقل النيوترون من مكان إلى مكان آخر هو فريق إيضالي ونجح بنقل النيوترون من مكان إلى مكان آخر مسافة بعيدة جدا وخلوا أجهزة في المكان الأول واجهزة في المكان الثاني وتم عملية النقل بنجاح الصينيين من شافوا هذه الحالة بدأوا يدخلون في هذا المجال ونقلوا الفوتون وليس النيوترون الفوتون من مستوى سطح الأرض إلى مستوى قمر صناعي يبعد عن مستوى سطح الأرض بأكثر من 1400 كيلومتر وتمت العملية بنجاح وتم تكرار هذه العملية أكثر من 900 مرة من قبل الفريق الصيني هذا بالـ 2018 وفي كل مرة تنجح العملية بدأوا يجمعون البيانات والداتا وخلي نقول فد معلومة ترى هذه التقنية العمل بيها يعني على مستوى تام من السرية وليان بيها نوهاو وهذا يوم الفرق البحثية توصل إلى نتائج معينة لحتتفاجئ بالتكنولوجيا اللي حتظن من خلال هذه التقنيات اللي أنا بحسب اعتقاد تعتبر هي حافات العلوم قد البعض يذكر بأنه تدخل هذه في الروحانيات أو إلى آخر إحنا حنترك هذا الجانب على جم حتى نوضح بهذه التقنية حتى بعدين نجاوب على تساؤلات كثيرة قد تخطر لحضراتكم بهذا المجال زيان في وقتها من طرقة هذه المواضيع العالم العبقري ألبرت أنشتين أطلق عليها أنه هذه تصرفات مخيفة أطلقوا عليها وفي وقتها بعد فترة معينة من تطور التكنولوجيا ووجود بعض الأجهزة اكتشف بأنه يعني لم يكن على صواب أو لم يكن كلام العالم ألبرت أنشتين دقيق بل رغم من أنه هذا العالم إلى النظريات لحد الآن إحنا مستفادين من أدوة لحد هذه اللحظة إذن هذا أرجو اللي فهم من كلامي انتقاص من قيمة لا إحنا هنا تكنولوجيا والتكنولوجيا في تطور وكل يوم هذه التكنولوجيا قد تتحض نظريات وقد تؤيد نظريات والعالم ألبرت أنشتين هذا العالم العبقلي الرجل يعني خدم الإنسانية بنظرياته إذن حتى نطفت فكرة عن هذه الأمور إذن خلن نرجع على النقطة المهمة في هذا الموضوع اللي هو التشابك الكمي اللي وضح حقيقة إن هذا الكون اللي بالذات الجسيمات مالتت تحت الذرية تكون متشابكة بتشابك مرعب ومخيف وخلن ركز على هذني العبارتين مرعب ومخيف يعني معناته قد لا يتصوره العقل وقلنا قبل قليل بأنه لو أصبح أي انهيار في هذا التشابك لنهار الكون بأكمله وقلنا وقلنا هذا الكواكب والأرض احنا خذنا مثل بسيط الكوكب الأرض اللي احنا عايشين عليها الدور حول النفس والدور حول الشمس والدور وهي والشمس يسيران بسرعة خطية باتجاه المجهول إذن ثلاث حركات في آل واحد إذن شنو من قوة تشابك وترابط ما بين هذه الكواكب وكذلك الكواكب التي لا تعد ولا تحصى في هذا الكون أو على أقل تقدير في هذه المجرة اللي هي مجرة درب التباني إذن معناته إنه احنا العملية أو التجربة هذه قام بيها فريق إيطالي وتبعه فريق صيني بس نقلو الجسيمات تحت مستوى الذرة في نفس اللحظة هذه حتى ندخل في هذه التقنية يجب أثناء تطبيق هذه التكنولوجيا يجب أن تكون على دراية تامة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالجسيم المنقول يعني إذا تريد تنقل جسم خلنا نقول أي جسم جماد رقم واحد لازم تجزه إلى مستويات تحت الذرة رقم اثنين لازم تكون عندك بيانات دقيقة حول كل جسيم من هذه الجسيمات حتى من تريد تنقلها عبر الأثير إلى المكان الثاني يجب أن تكون بنفس هذا المعلومات والداتا عملية استنساخ إليها ومن ثم عملية نقل لو نجي نباو الشريحة الأخرى اللي موجودة أمام حضراتكم هتبين بشكل بسيط شنون ده ننتقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر طبعا هنا هح نتوقف عند الوهلة وبعدين هح نرجع لها لهذه الجزئية الإنسان عبارة عن كونتينر وعاء وبداخل جسم الإنسان ومعاه روح وعلى سبحانه وتعالى يقول بالآية الكلمة يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي نقترى سطر جديد خط أحمر ما نقدر نتعدى إذن الإنسان من يموت ده يموت الجسد لكن الروح ده تصعد إذن أنا من أبدأ أدخل بهذه التقنية وأنجح في نقل الإنسان من مكان إلى طبعا هنا نفترض افتراضيات وعلى أساس هدني الفرضيات لح نبدي نوصل ونقرر بالصورة إلى حضراتكم لو نفرض بأنه نقلنا إنسان من مكان إلى مكان آخر طيب لحينتق الإنسان وأين الروح ومين اللي حينجيب الروح حتى نخليه بالإنسان اللي انتقل للموقع الثاني كنا نذكر بالسبعينات كان أكو مسلسل أجنبي ستاترك اللي هو بختص بعالم وعدهم في داخل المركبة مكان مجرد يدخلون إليه وتصلط أشعة الليزر يبدون يتلاشون يخطفون إلى أن ينتقلون بالمكان الآخر هذا علم خيال لكن علم الخيال بدأوا الناس الآن يترجموه يحاولون يترجموه إلى واقع زيان هذه الجزئية اللي تنتقل بيها هنا نفس الطريقة خلنبدأ بمثال آخر نقرب الموضوع لحضاراتهم الآن أنت في العراق وتتصل بالشخص في وحدة من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا إيش قد العملية تستغرق الأجزاء من الثاني إذن السؤال الأول هذه الموجات الصوتية ممكن تعتبرها مادة وإذن المادة هنا انتقلت من مكان إلى مكان آخر هذا رقم واحد رقم اثنين أنه أنت من تبعث صورة من العراق إلى كندا أو إلى أقصى بقاع الأرض توصل للصورة وبزمن يكاد لا يذكر نحن سرعة الضو نعرفها 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحدة بدالين أنه ضوء الشمس يصل إلى سطح الكرة الأرضي بأقل من سبع دقائق ست دقائق وشوية إذن معناته هنان إحنا الخطوات الأولى تخيلناها أكو مادة تنتقل وبسرعة أكثر من سرعة الضو وبزمن يكاد يكون لا يذكر والمادة هي مادة تنتقل بها بس هذه من شروط المادة تكون تحت مستوى الذرة مستويات الذرة إذن الفكرة الأساسية أن نحاول أن نوصلها للجميع هنان خلنترك الإنسان خلنت تبر مادة عندنا والمادة هنان انتقلت وبمسافات بعيدة هل العملية لستتحقق إذا تحقق إذا كانت الشروط اللي قلناها اللي هي جسيمات تحت مستوى الذرة والواسطة ما للنقل هي عبارة عن الويف الموجه والسرعة تكون أسرع من سرعة الضو وبزمن يكاد لا يذكر إذن هنا هذا تحت مصطلح ما يسمى بالقوانتن اللي هو الكم أو فيزياء الكم اللي يرتبط واللي يحاول أن يفسر هذه المسميات تحت هذه التكنولوجيا تخيل هنا الجسم اللي نقلناه من مكان إلى مكان آخر حدث خلل في التشابك الموجود ما بين الجسيمات نحن 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 قلنا قبل قليل لازم عندك باكراوند معلومات كافية وتامة ودقيقة وآلية الدقة فائقة الدقة عفوا عن كل جسيم فمن ينتقل إلى المكان الآخر اللي أنت تريد أن ينتقل به يجب أن يكون بنفس الداتا والمعلومات تخيل أو أفرض حضرتك أو حضرتك بأنه هناك خلل صار ما بين التشابك وما بين جسيمين شنو اللي حيصير جز اللي حيتلاش الجسم إذا اعتبرنا بأنه هذا الإنسان فهذا اللي حيتلاش في الفضاء وما لحيوصل إلى المكان الآخر طيب شنو دليلك على ذلك أول تجربة فعلية قام بيها فريق بحثي في إيطاليا اللي نقل مفتاح مكسور ولحن نجي نقول ليش مكسور بعد قليل مفتاح مكسور من مكان إلى مكان آخر ونجحة العملية إذن الخطوات الأساسية لتكنولوجيا ما يسمى بالتليبورتيشن النقل الكمي أو الآن بمسافات بعيدة جدا وبزمن لكاد لا يذكر حدثت وبسرعة فايقة جدا أسرع من سرعة الضوء إذن حدثت العملية ويمكن أنا عندي مقطع فيديو بس ملا حقدر يعني يعني عرضه لحضراتكم لأسباب فنية بس العملية فعلا حدثت في إيطاليا وانتقل المفتاح المكسور من هذا المكان إلى مكان آخر اختفى في المكان الأول وظهر بالمكان الثاني السؤال يطرح نفسه شنون صارت هذه العملية أو إذا جازلنا التعبير الميكانيزم ميكانيكية عملية نقل المفتاح المكسور من مكان إلى مكان آخر تمت رقم واحد التجزئ لهذا المفتاح المكسور إلى أجزاء أو بارتكلز بمستوى تحت ذري يعني بحجم الألكترونات النيوترونات الفوتون بهذا الحجم وانتقل عبر الأثير مع العلم بأنه إحنا كانت عدنا كل البيانات التفصيلية الدقيقة الفائقة الدقة بكل جسيم من هذه الجسيم وكنا مسيطلين عليه فانتقلت من مكان إلى مكان آخر في خضم هذه المعلومات أذكر لكم مرة فيلم أكشن قبل أكثر من عشرين سنة أنا شفته هذا كان يعني روعة بالإنتاج وروعة بالإخراج من قبل المخرج كان هناك عالم باحث ومجموعة أصدقاء أمامه معاه ومجموعة أصدقاء يعني نقدر نقول حاق دين عليه أو منافسين إله فدخل في مجال ما يسمى بالتليبورتيشن وقال يا جماعة الخير ترى أنا أقدر أنقل لكم جسم الإنسان من مكان إلى مكان آخر عنده طبعا رجل متمكن ماديا فعنده في القبو وإحنا نسميه بالعراق السرداب تحت الفيلا مالتا مختبر بأجلة الليازر وكل الأمور طبعا يعني بيّنها بوضوح المنتج أو المخرج وكان إخراج قمة الرقي وفعلا أدت تجربة ونجحة التجربة وانتقل من المكان البوزيشن رقم واحد إلى المكان رقم اثنين بكل مكونات ومن نجحة العملية دعا أصدقاء ودعا المنافسين إلا واللي هم أعداء لأن بعض من عندك أنت هسا الآن حتى بوقتنا الحاضرة تستمر هذه الحالة إلى يوم الدين أنت عندك منافسين البعض من عدهم هو قريب إليك ويساندك لكن على العكس هناك مجموعة تحقد يعني ولذلك يكون أقوله حلوة تقول لا يطعم في سماعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل المهم فجاب هؤلاء الناس مثل ما يظهر الفيلم ويبدي يبدأ بالعملية يدخل إلى هذا الكونتينر ويبدأ يشغل الأجهزة مالته لكن القدر السيء أنه تدخل ذبابة معاه بالكونتينر ومن تم العملية تنتقل جسم بهيئة ذبابة بس مشوة وكان الإخراج قمة الروعة وانته الفيلم على ذلك هذا معناته شنو معناته أنه أفلام الخيال يعني ما رأي تأجزم بأنه ترى أفلام الخيال في يوم الأيام لح تتحقق بس كثير من أفلام الخيال اللي احنا شبناها على أيامنا من كنا في مراحل هي الآن تتحقق إذن المقصد من هذا الكلام أنه إذا صار أي خلل بالتشابك ما بين هذه الجسمات لح معناته هنا أنه أنت لح يحدث الخطأ ولح يتلاشى هذا الجسم في الفضاء المجهول اللي موجود عندنا لذلك إحنا من نجي ندخل في هذه التقنية اللي هو أن تنقل إنسان هذه تدخل فيه تحديات كثيرة شنو هاي التحديات إحنا أملية نقل الأجزاء والأجسام اللي موجودة عندنا حقيقة الأمور هذه حتى نوصل إلى هذا العلم وتنقل سفينة أو مركبة أو قاطرة أو جسم كبير بحجم كبير وبوزن كبير يحتاج من 125 سنة إلى 150 عام هذه التكنولوجيا ليس بالأمر السهل إحنا البدايات مالتها من نقلنا النيوترون من مكان إلى مكان وبعد ذلك بال2017 جاء فريق صيني ونقل الفوتون من مكان على مستوى سطح الأرض إلى مكان آخر اللي هو على قمر صناعي يبعد عن مستوى سطح الأرض بأكثر من 1400 كيلومتر نجحة العملية وكرروها أكثر من 900 مرة وبعد إجه فريق آخر ونقل مفتاح مكسور من مكان إلى مكان آخر هذه كلها بدايات بس هذه البدايات يبنون عليها أمور كثيرة بمجال ما يسمى بالتلي بورتيشن إذن إذن معناته هنا هذه التقنية اللي اللي انتقلت بيها واللي أثبتها القرآن الكريم ووردها في الآية 37 إلى آية 40 من سورة النمل واللي كانت الحادثة المعروفة وما بين نبي الله سليمان وما بين الملكة والقيس فعلا هذه حادثة فتثت والآن الناس والعلماء والباحثين في هذا المجال تحاول أن تدخل في تفاصيل هذه التقنية لكن هناك سؤال يطرح نفسه أنه كيف ننقل الصور من مكان إلى مكان آخر ومسافات بعيدة كيف ننقل الصوت من مكان إلى مكان آخر وبمسافات بعيدة أو خلنا نقول في مكان ما بين المشرق والمغرب أو ما بين كوكب إلى كوكب آخر وفعلا إحنا عدنا هسا الناس من ديروحون الرحلات إلى القمر وإلى المريخ ده تجينا صور وهذه الأجزة الحديثة ده ترصدن كواكب تبعد عنه أكثر من 13 مليون سنة ضوئية يعني لاحظ الكون اللي إحنا موجودين ده حتى نجاوب على هذا السؤال نقول بأنه كل شيء في هذا الكون هو عبارة عن ذرات أثيرية يعني كل شيء أنت موجود بهذا الكون مهما كان حجمه هو مكونات الأساسية هو عبارة عن ذرات أثيرية هذا رقم واحد طيب وهذا الأثير هو عبارة عن موجات كهربائية شوف نحن بالمعلومة أن السلسل أنا ما أريد أنه أدخل في تفاصيل قد تزعج البعض نينو شوية بعيد عن الخصاص لكن أحاول أن أقرب هذا الشيء لحضراتكم إذن كل شيء هو عبارة عن ذرات أثيرية وهذا الأثير هو عبارة عن موجات كهربائية وكل هذا هذا الشيء ينتقل عبر موجات أو تموجات كهربائية أو ذبذبات لذلك هذه الموجات لح تكون رقم واحد سريعة جدا بسرعة الضوء فهي لا ترى لكن هذه الجسيمات أثناء انتقالها عبر الأثير اللي إحنا سميناها على شكل ذرات أثيرية إذا السرعة مالتها تبطأت يعني صارت أبطأ من سرعة الضوء هذه الجسيمات لح تتجمد ولح نبدأ نقدر نسمحها ونشوفها هذه أساسية ذكرها الناس الباحثين المختصين في هذا المجال اللي هم معروفين ثلاثة وعلى رئيسهم العالم العبقري ألبيرت أينشتاين إذن معناته نانة إنه هذه الموجات إذا كانت سريعة جدا بسرعة الضوء ما ممكن أن نراها ولا ممكن أن نسمعها لكن على الأكس من تبطأ السرعة لح تتجمد وتصبح مادة فنقدر نسمحها ونقدر نشاهدها زيان هذه الذرات الأثيرية لمادة جماد طيب هل لو كانت هذا الجسم المنقول هو إنسان نرجع للأمور اللي قلناها قبل قليل إنه الإنسان بيروح والروح من أمر الله سبحانه وتعالى وهذا خط أحمر ما نقدر إنه نوصل طبعا ذكرنا العلماء لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خليفة في هذه الأرض فلا أضير إنه ندخل في هذه العلوم لكن فيه من نهاية المطاف العلماء هذوله نوبات جد ما يتبحر بهذه الأمور يجد نفسه بأنه يقف عند حدود معينة وفعلا هذا ما حدث للعالم العبقري ألبرت أنشتاين في نهاية عمره قال الإنسان أي إنسان بهذا الكون إذا لا يؤمن بوجود قوة هي أكبر ما يكون في هذا الكون من مواصفاتها القوة ومن مواصفة هذه القوة أنه أرحم من أي شيء على هذا الكون ومن مواصفاتها بأنه أكبر من كل شيء بهذا الكون ومن مواصفات هذه القوة هي أعلم بكل شيء في هذا الكون الإنسان اللي ما يؤمن بوجود هذه القوة فهو إنسان حي ولكنه ميت هذه بها إشارات ورسائل أنا ما أريد أدخل بالأمور الدينية لأنني أضعف شخص بهذه الأمور وفي ناس عباقرة وأساتذتنا في الولوج بالأمور وتفسير هذه الأمور الفقهية والدينية لكن أنا أريد أوصل بأن العالم ألبرت أنشتاين برغم ديانتة برغم كل الأمور هذه ما أنا علاقة بها لكن توصل إلى حقيقة الحقيقة كانت هذه عبارة عن رسالة يوجهها للكائنات الموجودة أو البشر الموجودة على سطح كوكب الأرض يقولهم بأن هناك قوة هي للدير هذا الكون هي أرحم من كل شيء وهي أعلم بكل شيء وهي أكبر من كل شيء وهي أقوى من كل شيء إذن معناته إحنا في هذا الكون الموجودين بالأسلام مثل ما قلنا هذه الأسلام من تنتقل بهذه التقنية هذا التفسير المنطقي لها زين سؤال اللي اللي هو المهم واللي انطرحه هنانا الآن طبعا أكو حقيقة هذه الحقيقة كنا مؤمنين بيها ولازم نؤمن بيها بأن القرآن هو علم وليس خرافة وليس كلام يعني اعتباطي وهذا ما أثبت العلم بأن فترة وفترة ولذلك وكالة نهناسة اللي بحوت الفضاء اللي من المؤسسات الراقية على مستوى العالم بيها بيها أكثر من 300 قسم واحد من هذه الأقسام تحت مسمى العجاز القرآني لأنه شافوا كل تقنية يوصلون إلها بجهد عميق وكبير جدا يلقوها أنه هذه شائرها القرآن الكريم من قبل أكثر من 1400 سنة لذلك السؤال اللي ينطرح بأنه هل يمكن نقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر هنا قد تنجاوب على هذا السؤال نقول ينتقل بالشرط طبعا بغض النظرة عن الكلام اللي قلتك قبل قليل أنه لازم نروح لا هسا خلنا نتكلم كلام بمنطق العلم أنه إذا تريد تنقل إنسان من مكان إلى مكان على اعتبار بأنه هذا جسم الإنسان هو مادة عليك أن تعرف كل شيء وكل معلومة عن مكونات الإنسان لو جئنا على مكونات الإنسان ووحد هذا الإنسان يتكون من المليارات من الخلايا وكل خلية هي أنا أعتبرها حسب اعتقادي المتواضع هي عبارة عن دولة بأكملها بيها وزارة الدفاع و بيها وزارة داخلية و بيها وزارة صحة و بيها وزارة تجارة و بيها وزارة اسكان وبيها 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 بحيث انه هذه الخلية اللي احنا درسناها على ايام المتوسطة والعدادية بها السايتوبلازم والمايتو كونديليا وأجسام كولجي يعني دولة بأكملها قادرة على انه تعيش وتقود نفسها مع خلايا اخرى حتى تأدي وظيفة حتى تكون النسيج والنسيجة مجموعة الانسيجة تكون اعضاء والاعضاء تكون الجسم الانسان اذا هو عالم قائم بحد ذاته ولذلك اذا تريد تنقل هذا الجسم من مكان الى مكان اخر عليك ان تعرف كل هذه المعلومات الدقيقة لكل ذرة ولكل مكوناته وهذه المعلومات عليك ان تستنسخ من المكان رقم واحد الى المكان رقم اثنين حتى تقدر تنقلك اذا هل نحن قادرين على فعل ذلك لذلك هذا هو التحدي اللي موجود امامنا بهذه التقنية هنا طبعا جسم الانسان خلينا نكون يعني ناس منصفين يتكون من عدد من المليارات خلينا نقول الى ما لا نهاية هل انت قادر على انه تكون قادر على جمع او اخذ المعلومات او معرفة المعلومات عن كل هذه الجسيمات انا حضرب لك مثل اخر يقول انه بالالفين وخمسين ما نحتاج الى طبيب او صيد لاني زين شنو لوش ما نحتاج لالي حتكون هناك عدنا بهذه تقنية متقدمة جدا هاي التقنية هي عبارة عن مراكز لقراءة الخارطة الجينية لجسم الانسان الانسان يدخل في هذا المركز وطبعا هو اشبه ب كونتينر وعاء الشون اللي موجود بالمطارات من يشكون موجود جسم غريب في جسمك رأسا تدخل ياخذو لك سكنر فيعرفون ما موجود في داخل جسمك اذا انت يعني خبي في مكان معين اذا مثل هذه المراكز البحثية لحتكون اهنانة تقرأ الخارطة الجينية اليك باكملك ولذلك عندما تشكو انت من صداع الرأس واني اشكو من صداع الرأس ليس بالضرورة ان يكون الدواء اللي نفس الدواء ماله لانه يمكن صداع الرأس اللي عندي نتيجة مشاكل في القلب وصداع الرأس عندك لا سامحاً الله نتيجة مشاكل في الجهاز العظمي او 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 الى اخره اذا خلينا نقول انه كل ما دا يتقدم العلم دا نحاول ان نثبت اساس او نركز اساس نبدي ننتقل به الى علم اخر او تكنولوجيا اخرى وهذا اللي دا يصير بالكون اللي موجود عندك ويمكن في محاضر من المحاضرات انه في داخل مخ الانسان اكثر من مئة مليار خليئة عصبية وترتبط مع بعضها البعض باكثر من مئة تريليون تشابك عصبي هذا وين موجود مخ الانسان نعم هذا جزء صغير جدا ولذلك الريسبونس الاستجابة مالة الانسان تكون من مرة الى مئة مرة في الثانية الواحدة العلماء قالوا انه احنا نريد نصنع كومبيوتر وهذا الكمبيوتر يبدي يحاكي الانسان فصنعوا كومبيوتر سايكو يعني تحت مسمى معين مالة يلتقل بتفاصيل خلوا الساعة مالته الف تيرابايت وجابوا بداخله اكثر من مليون ونص مايكرو فروسس يعني معالج دقيق من شغله وجدوا بانه هو يتخلف عن الانسان بألف وخمسمائة مرة سبحانك يا رب ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لكن العلماء وقفوا لا بدأوا يستمرون ونجحوا في تصنيع كومبيوتر تغلب على الانسان في لعبة الشطرنج اللي هو اعتقد كاس برو شخص من اصل روسي وكان داخل في مقياس قنس بس هذا الحاسوب اللي تغلب على الانسان في لعبة الشطرنج احتاج قدرة كهربائية حتى تشغل تشغل مدينتي لوس انجلوس وواشنطن سبحانك يا رب لعد هذا الدماغ اللي موجود بداخل مخل الانسان بهذا الحيز الصغير شنو الطاقة اللي دا شغله ومين هاي الطاقة اذا مقصد الكلام زملائي وزميلات الاعزاء احنا التقنيات هذه الانسان مستمر بها والتكنولوجيا دا تتطور وعلينا ان نواكب ما موجود بحولنا من هذه التقنيات فهذه التقنيات التقنية اللي هي عملية نقل دقيقة جدا اذا قلنا اي خطأ اللي حيحصل بها اللي حتأدي الى تلاشي العملية باكملها وهذا الجسم اذا كان انسان او غير انسان يعني اللي حيتلاشي في هذا العالم المجهول وعليه انه من نقول اللي يحتاج من عندنا تقريبا من مية وعشرين او مية وخمس وعشرين سنة الى مية وخمسين سنة حتى نقدر نوصل الى هذه التقنية وننقل بيها غواصة او باخرة او طائرة او الى اخره من مكان الى مكان اخر يعني لحيكون قد يكون هذا بالامكان وهذا اللي حيودينا الى فتح حلم الحلم بانه انت تقعد من انهم تفتح ايونك وتنتقل بامكانك انه تنتقل الى مكان العمل مالتك في اجزاء منه ثاني منه من عندنا ما يتمنى احسن ما يركب السيارة ويدخل في الازدحامات او ينتقل من مكان خلي نقول هو في مكان العراق وينتقل الى امريكا في اجزاء من الثاني وخلي اقول لحضراتكم معلومة وهي موثقة بدراسات تقول بالالفين بعد الالفين وخمسين لحيكون الانتقال ما بين الكواكب السلس والناس تجهي تسأل على سطح الكوكب بس موجود كبار السن اين الشباب فالجواب لحيكون بانه الشباب راحين دورون فرص عمل بالمريخ احنا هسه حتى ننتقل من سطح الارضي للمريخ يحتاجننا بالمركبات الفضائية المتقدمة حاليا يحتاج تسعة اشهر ذهاب وتسعة اشهر اياب اذا التكنولوجيا بالبعد الالفين وخمسين لح تطور بحيث ننتقل ما بين الكواكب بسلاسة وهذا ما اكده عالم فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالالف وتسعمية وتلاتة يعني تقريبا قبل الحرب العالمية الولى قال آني من خلال مجموعة من البحوث اللي قدرت انا حصل عليها من كتب العرب المسلمين في الاندلس قدرت اشتر الدرة وصار هاي التكنولوجيا ما لل القنبلة النووية والطاقة النووية قال لو كانت عندي ضعف هذه الكتب ما للعرب المسلمين اللي كانت موجودة واللي انحرقت وتلفت في الاندلس لكان الان ننتقل بين المجرات اخواني الكلمة هنا خطيرة جدا يعني انت ما بين كوكب يعني كوكب الارض وكوكب المشتر او المريخ او هذا عملية لم تكن مستحيلة فيها صعبة جدا لكن انت تنتقل ما بين مجر مجر الدرب التبان اللي احنا بيه ومجر اخرى هذا شيء يفوق الخيال لكن تبقى انه هذه مو خرافة ولا هذا خلينا نقول سحر هذه تكنولوجيا علينا ان ندخل بها المداخل الاخيرة حتى ما اخذ من وقت حضراتكم في ليلة الاسراء والمعراج اسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بوقت يكاد لا يذكر حتى يروى في الاحاديث بانه حتى فراشة كان دافئ يعني معناتها انه اتوقف في الزمن ما رد ادخل بهذه التفاصيل لكن العلماء والباحثين تقول حتى نقدر ننقل الانسان من مكان الى مكان اخر يحتاج لنا فترة لا تقل عن خمسمائة عام هذا لا يعني او هذا يعني انه ممكن على الله سبحانه وتعالى ينقل الانسان من مكان الى هذه انامال ادخل بتفاصيل لكن اذا كانت هناك تساؤلات بهذا الخصوص فهذا يعتمد على نقطة اساسية اللي قلناها قبل قليل اللي هي التشابك الكمي انه هاي الفوتونات او هاي الجسيمات التحت الذرية تسلك طبعا هذه الجسيمات المتناظرة وخلي هنا نخطين تحت مسمى الفوتونات او الجسيمات المتناظرة لح تسلك نفس السلوك مهما زالت المسافة بينه بالسرعة اللي تكون تكاد تكون فائقة عن سرعة الضوء وبزمن يكاد لا يذكر طبعا الكلام بهذا المجال كثير جدا واني احاول انه قادر المستطاع انه اختصر وانهي الكلام مات يمكن هذه الصورة اللي احنا نشوفها دائما بهذه المسلسلات من عالم الخيال تدخل في هذه الحجرة وتبدأ تتلاشى حتى تندقل الى المكان الاخر نهاية المحاضرة المتواضع اليوم نقول كل تقنية او كل تكنولوجيا يجب ان يكون بها رؤية ويجب ان يكون بها مهمة وهدف حتى انحقق ويجب ان تكون هناك وجهة نظر مستقبلية ما معنى ذلك معنى انه كل الولوج في اي تكنولوجيا يجب ان نعرف بانه شنو تأثيرها على الانسان شنو تأثيرها على الجانب الاجتماعي الاقتصادي السياسي كل المجالات الصحي لان هذه التكنولوجيا اذا وجدت بيد دولة او مؤسسة واساءت التصرف بها لح نصل الى العبارة اللي قلت بيها انه اي خلل بالتشابك العصبي التشابك الكمي هذا اللي حيدينا الى انهيار ذلك الجزء لذلك الله سبحانه وتعالى من خلق هذا الكون من يقول لا تأخذه سينة ونانو الرب العزة هو خالق هذا الكون ويدري بكل صغيرة وكبيرة وكل شيء عنده بمقدار انا ممنون جدا من حسن اصغاكم وآسف للي طال اذا اطلنا على حضراتكم لكن هذه المقولة حلوة عجبتني يقول تمثال في فلندا بعنوان اقرأ حتى ما كنت تغرأ فالقراءة لكم لكم مني فائق الاحترام والتقدير بارك الله بكم استاذ العزيزة اذا في اي تداخلات بالموضوع احنا جاهزين باذن الله وشكرا جزيلا اشكر حضوركم اشكر حسن اصغاركم اشكر منصة اريد الراقية اللي فعلا هي مؤسسة حاول ان تصنع المعرفة ضد ما يسمى بصناعة الجهل وهذا من الامور اللي يشار لها بالبنان تسأل الله عز وجل ان تكون في ميزان حسناتهم بهذا الامر لكم مني فائق الاحترام والتقدير تعجزوا الكلمات في وصف الشكر والتقدير لجهودكم الرائعة ومحاضرتكم القيمة سعادة الاستاذ الدكتور مصطفى احمد رجب النجار رئيس الاكاديمية الدولية للتطوير وعضو البرلمان الدولي لعلماء التنية الدولية استفدنا جدا من محاضرتك الماتعة تقبل الله منكم صالح الاعمال ووفقكم لكل خير شكرا جزاكم الله خير وجزاكم بارك شكرا جزيلا سعادة الدكتور اعزائي الحضور وصلنا معكم الى فقرة المداخلات والاستفسارات لحضراتكم تفضل سعادة الاستاذ الدكتور علي البكري حبيبي سعادة البروف علي البكري الرائقي المحترم السلام عليكم حبيبي استاذ مصطفى ومنصة اريد الرائعة مساكم الله بالخير ورمضان مبارك عليكم وحقيقة كانت محاضرة رمضانية رائعة لا سيما انها تتعلق في الربط بالعلم والايمان والمعجزات القرانية الكثيرة واحنا قبل حقيقة ان شاء الله قبل يومين او ثلاث قبل يومين سجلنا حلقة من برنامج العلم للجميع وهو اقدم برنامج علمي في العراق مع سعادة البروفيسور الدكتور مصطفى النجار والحقيقة محاضرة شدتني بشكل بالذات موضوع التليبورتيشن بس حبيت اضيف انه الاعجاز القرآني راح يستمر الى قيام يوم الدين الحقيقة لان هذا الكتاب هذا الكتاب لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وعصاها حبيت اضيف حقيقة ذكرناها بالحلقة عن دكتور المصطفى اه اكو ايه قرآنية بسورة بسورة الحديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية رقم 25 من سورة الحديد هاي الآية الحقيقة رغم انه متكونة من ست كلمات بس كلمات اعجازية العلم اثبتها حديثة كل ما تأنزلنا يعني من الاعلى الى الاسفة يعني احنا على الكرة الارضية اذا معناها الحديد هاي اول ملاحظة انه الحديد مو مكان موجود عندما تكونت الارض تكونت الارض طبعا تتكون اكو كواكب غازية وكواكب صخرية فالشهب والنيازك حقيقة صاقط على مر ملايين السنين ونتيجة لدوران الكرة الارضية فالقوة الطائدة المركزية تترك تطرد الاجسام الخفيفة الى الخارج والاقسام الحقيقة وتتغلغل المواد الثقيلة في داخل لذلك في داخل الكرة وبالتالي قلب الكرة الارضية هو متكون من الحديد ثاني شيء لما تأنزلنا اثبتوا انه الحرارة اللازمة او الاندماج النووي اللازم لتكون الحديد تحتاج الى اكثر من 5 مليار درجة مئوية تخيل الرقم 5 مليار درجة مئوية بينما احنا عدنا قلب الشمس قلب الشمس حرارة مال تجاوز 15 مليون درجة مئوية وعلى سطح الشمس الحرارة هي تقريبا 6000 درجة مئوية والشمس 98% متكونة من غازي الهيليوم والهايدروجين طبعا عمليات الاندماج انه حاليا هس يعني المفاعلات الذرية بالعالم العام لكلها لانتاج الطاقة الكهربائية تعتمل على مبدأ الانشطار النووي خاليا وهي ثورة في عالم التكنولوجيا وقد تحل مشكلة التهرباء في كل العالم تم انتاج مفاعلات صغيرة للاندماج النووي وخاليا حقيقة ما نزلت كماس برودكشن يعني يحتاجون انه منظومة امان 100% على موض التوصل فاذا يسوون سيميليشن للاندماج النووي وجدوا انه الحديد من خارج المنظومة الشمسية يعني من خارج المنظومة الشمس والكواكب اللي الدور عليها لان ما كوش طاقة حرارية كافية لصنع الحديد من نظري والحديد وبالتالي اذا كلمة انزلنا هي كلمة اعجازية وانزلنا الحديد بأس شديد نحن نعرف قوة الحديد و يعني صلاة وهو اساس كل يعني العمليات المليتري الشغلات على مور التاريخ ومنافع للناس من نجي نلقى انه لو للحديد ما اكو حياة بشارية لان احنا نقص مرض الهيموفيلير هو اذا صار نعدك نقص في الحديد والحديد هو احد مكونات الحقيقة كريات الدم الحمراء وبالتالي كذلك بالنسبة للنبات النبات الحديد هو عام الرئيسي في صنع الكلوروفيل والكلوروفيل هو عام الرئيسي في صنع البروتوبلازم والبروتوبلازم راح ينقل الى الحيوان والانسان العقل الانسان والحيوان من خلال الدورة الغذاء هذا اذا شوف آية بسيطة متكونة من ست كلمات وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس اثبتت قدرة هذا الخالق وانه هذا الكتاب هو منزل من قبل يعني الله تعالى وهو الذي حافظه جل جلاله فأحنا بهذه الامسية الرمضانية حبيت انه اضيف هذه المعلومة لما اضاف البروفيسور الدكتور مصطفى النجار هذا الانسان الرائع والخلوق والحقيقة يعني ليطبق مقولة هي تقول زكاة العلم نشرة ورمضان مبارك عليكم وتحياتي وشكرا جزيلا شكرا جزيلا سعالة الدكتور علي البكلي بارك الله بك على هذه المداخلة عذيرة شكرا جزيلا ناخذ حضور كرام مداخلة الدكتور رجاء تفضله دكتور دكتور رجاء الدين العالم البروفيسور الاصصراتي بارك الله شكرا جزيلا لحضورك استاذ العزيز شكرا جزيلا دكتور شكرا ويبدو أنه استاذت نماغرة الاسم المركب أو لجمالي الفائق لجمالي الفائق فظنت أنه الاسم مكامل طبعا الاسم مشتبه الله يحفظكم السلام عليكم جميعا أنا أشكر دكتور مصطفى الحقيقة عودنا على أن يترك هذه الأبواب الجريئة العلمية وأن تكون بهذا الربط الجميل مع هذه الأجواء الرمضانية أنا دكتور أحب يعني أحب أتبس أستفسر عن وين الخط بين النظرية الموجية في التناقل خليني أسمي التناقل حاليا اللي هو موضوع المحاضرة في التناقل بين النظرية الموجية والنظرية الجسيمية لأنه إذا روح للجسيمات راح نبقى محصورين بقانون السرعة تساوي للمسافة على الزمن فهنا إذا الزمن لازم يكون صفر في إجحاله وهذه معناته أنه أنا أقدر أشوف مستقبلي من باب ثاني بصراحة أو أن الطفل والشيخ ما بيناتهم أي فرق يعني راح تدخلنا بمداخلات أخرى لأنني بعد شوية عندي تردد من هذه كذلك يعني اللي اللي أثارني دكتور أنه العلم دائما يبدأ بالخيال والخيال هو اللي يتحول إلى علم صحيح جزء مننا ندن حوله إلى فن في جوانب كثيرة والأفلام والمسلسلات اللي حضرتك أشرت إليه وشوقتنا إليه لرجوع إليه في الحقيقة يعني هي طرقة بواب أنا أذكر كذلك يعني حتى بأفلام كارتون وبالأنيميشن أيضا موجودة إشارات لا مثل هاي ولكن علميا يعني أنا باقي أدي تردد ما بين النظرية الموجية والنظرية الجتيمية ويبدو أنه مصطرين للانتقال بيناتهم يعني في كل فترة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سعالة البروفيسور الدكتور رجع الدين قام من قامات العلم في مجال تخصص الذكاء الصناعي والكوميونيكيشن والأمور اللي أشار إلها وحقيقة الأمر إحنا لنطرق من مواضيع هذا هذا هو محاولات لبعض العلماء الأجلاء وبحوث وبراءات اختراع وابتكارات يحاولون يطرقون الأبواب لكن مثل ما تفضلت حضرتك من نبدأ ندخل في هذه التفاصيل لحن نلقي هناك إعاقات أو لحن نلقي هناك تقاطعات في هذه العلوم وعليه أنا أشرت في المحاضرة المتواضعة إنه هذا علم أمامنا وأمامنا الكثير يعني إحنا حتى ننقل مثل ما تشير بعض الدراسات في المراكز البحثية المتقدمة في دول متقدمة تصرف المليارات وليس الملايين المليارات من الدولارات حتى تلقى لها بصيص أمل للولوج في هذه التكنولوجيا حقيقة الأمر تشير الدراسات على أنه أمامنا أكثر من مئة عام إلى مئة وخمسين عام حتى فعلا نبدأ ندخل في هذه التكنولوجيا إذن الزمن هذا الكبير هذا قد يكون كافي في تدليل كثير من الصعوبات كثير من التقاطعات ما بين هذه العلوم أنا أتبق مع حضرتك أنه السرعة من تكون يعني بهذا المقدار إحنا لح نوصل إلى الزمن صفر لأنه أنت منزيد السرعة ماتك وفعلا هذا اللي قال ألبرت أنشتاين العالم العبقري وقال إنه من تكون عندنا مركبة وهذه المركبة إحنا نجلس بها بس نهيئ لها سكة حديد وكون هذه المركبة عبارة عن قطار ونخليها حول الكرة الأرضية ونخلي هذه القطار على هذه السكة ونسير بسرعة الضو من يوصل إلى سرعة الضو سوف يقطع محيط الكرة الأرضية سبعة مرات ونصف في الثانية الواحدة وعندما نكون في داخل هذا القطار أو المركبة اللي هو سماها آلة الزمن بعد 24 ساعة نقضي في داخل هذا القطار أو هذه المركبة من نخرج إلى العالم اللي دخلنا من عنده لح تمضي نشوف أو نلاحظ بأنه هذا العالم قد مضى عليه أكثر من ألف عام هذه طبعا البعض قد يصور هو ضرب من الخيال ولكن العالم ألبرت أينشتين ويا علماء آخرين قالوا إنه إذا كانت عندنا هذه المركبة أسرع من سرعة الضوء سوف ندرك الأحداث واللي حضرتك قلتها بعبارة راقية جدا إنه أنا لحشوف المستقبل العالم العالم ألبرت أينشتين وعلماء أجلاء آخرين قالوا لو كانت هذا القطار وهذه المركبة سرعة أكثر من سرعة الضوء لأدرك الحادث مع موقعة بدر وموقعة أحد والمعارك هذه كلها ولأدركنا الأمور الأخرى اللي هي أبعد من ذلك لذلك إحنا هسا بهذه المحاضرة بديننا من العشرة ونصر هذه ساعة ونصر من تضررهم في سرعة الضوء اللي 300 ألف كيلومتر بالثانية معناته إنه إحنا سرعة هذه المحاضرة جد وين تروح تروح إلى المجهول باتجاه معين إذن هذه التساؤلات حقيقة الأمر يمكن الآن من لقيلها التفسيرات المنطقية وأتفق مع حضرتك لأن هناك تقاطعات حسب الفيزياء إذا كانت فيزياء التقليدية أو الفيزياء الكم أتمنى أنه يعني جاوبت على جزء اليسير من هذا التداخل إليك من نفاق الاحترام والتقدير سعادة البروفيسور الدكتور رجاء الدين عالم من العلماء في مجال التخصص مالتا في جامعة النهرين على ما أعتقد شكرا جزيلا مداخلة أخرى بارك الله فيك سعادة البروف نعم نعم مداخلة دكتور حسن تفضل دكتور حسن زبيدي زبيدي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة السلام الأخوة الأستاذ الكريم نشكرك ونشكر منصة أريد على هذه المحاضرة القيمة ثم أودتنا منصة أريد أن تقدم لنا باستمرار محاضرات قيمة حب أن أكد على معلومة أثرتها ساد الدكتور أنه بعد قولك بأنه 2050 ممكن أنه يكون هناك جهاز ليفاحص جسم الإنسان الطبيعي حب أن أكد لك فضل معلومة ربما أنه توقع قبل هذا التاريخ عندي أخي أكمل دراسة دكتورات بأستراليا وقت فراقل كان شغلا بدخول في دورات الذكاء إصطناعي عبر الحاسوب ودورات التي قيمونها هناك فشارك بها وصل إلى مرحلة متقدمة بهذا المجال فطلب مننا أحد مراكز الأبحاث وشارك بها أبحاث طبية صحية إدخال معلومات عن جسم الإنسان بمجموعة عينات كثيرة ما ذكر العدد بالضبط لفحص فقط العظم بحيث من يجي بالنتجة وصول أنه من يجي إنسان مكسور أو عد شاشة بالعظم من هذه الأمور فقط أن يدخل الأشعة هو الجهاز يمطي تشخيص كامل عن حال طبية فالعالم أسبق مما نتصور فحبيت أكد على معلومة التي بكرتها حضرتك وشكرا لك وشكرا للأساتف القاهمين على منصة والسلام عليكم ورحمة الله أنا أشكرك جدا دكتورنا الغالي حقيقة الأمر نورتنا بمعلومة راقية جدا أنه أنت من خلال داتة معينة تقدر تشخص لك وتعرف لك الحالة العظم نفسه فعلا هناك قدية قبل سنوات يعني هي طرحت وهذه التقنية هي أنه هناك شريحة تسمى الشريحة الخزاعية بمجرد قطرة ذنب عليها تكتشف لك أكثر من مئة خلية سرطانية يعني كنوع وتعالج لك أكثر من سبعين نوع من هذه الخلايا إحنا هذا بالوقت الحاضر من تروح أي واحد أبعد الله المرض عن الجميع إن شاء الله إنه من يروح لطبيب والطبيب ما بإمكان أنه يكون قادر على تشخيص المرض فيطلب من عنده تحليل ويطلب من عنده يعني صعبة جدا للمريض الله يكون بعونه لكن الآن من خلال هذه الشريحة الخزاعية فعلا اللي تفضلت بيه دكتورنا الفاضل إنه عملية الجمع الداتا والبيانات من خلال هذه العينات السامبل اللي يدخلها بالذكاء ويستخدم الذكاء للصناعي الارتفش انتليجن سيستم أنظمة الذكاء للصناعي قادر على تشخيص وإيجاد العلاج بيها فأعني ممنون جدا من حضرتك وسلامي إلى أخو حضرتك أيضا عالم من علمان اللي نفتخر به بس أكون ممنون إذا عرفتنا وين مكان العمل ماتك دكتورنا وأرجونا التواصل معانا لأنه عندنا هذه الأمور نهتم بيها بارك الله بك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك دكتور نأخذ مداخلة أخيرة أستاذ دكتور سرحان تفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي تحياتي معالي الدكتور مصطفى وشكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة القيمة وإن كان النت عندنا أنا سعرفنيش أنا سمعتها كلها سمعت جزء الأخير فعيد السمحة وشكرا طبعا لمنصتنا منصة أريد الرائعة على أنها هي بتدي عمل لنا إسراء فكري وعلمي خاصة في التخصصات اللي هي مش كتير بيئة مدرب بيها أنا اسمي دكتور سرحان سليمان من مصر أستاذ في قصة الزراع تخصص تغارب تسويق دولي لكن معايا دبلوم القرآن وعلومه ودبلوم علوم الإيمان والترحيد وعلوم الفقه المعاصر وعلوم حديث الأحكام ودبلومات أخرى كثيرة في العلوم الشرعية كان ده آخر منحة خدته في حياتي يعني أنا خدت المنحة ده في حياتي اللي هو العلوم الشرعية يعني المحاضرة كانت رائعة جدا وخيمة جدا بس أنا لي استفسار بقى وأنا عارف أن الدكتور مصطفى يتسح صدره متأكد لي في الفاظ كتيرة بتذكر يا دكتور مصطفى هي من نحة الشرعية عندنا عايزة تدقيق طلبها بنتكلم يعني مثلا كلمة كرة الأرض هي الأرض مش كرة مش هدخل في جدا اللي أنا بور رأي وبحضرتكم تفتشوا فيه براحاتكم الأرض ليست كرة بكل النصوص هي الأرض مسطحة ولا يسمعها كوكب حتى ده في العلوم كان أنا حتى لما بيجي قدام الطلبة ببعرف شوال كلام لكن احنا دلوقتي ما نصفها فيها حوار الحاجة التانية ده بالنصوص الحاجة التانية اللي أنا بخشاها دايما عملية الاستيناد على آراء الغربيين في الإسقاط على الواقع بتاعنا في العجاز القرآني سواء قرآن أو سنة فبخشا جدا اللي أن الغربيين دايما بيحاولوا بكل الطرق أن هما يعجز المسلمين على أن القرآن ليس فيه أي شيء وأنه هو كتاب يعني مش عايز أقول الألفاظ يعني فهم أبدا عمرهم أبدا يعني إحنا بقى بنحتاج زي ما عليك كده دكتور مصطفى من اللي هي لعدهم العلم والإيمان هم دولة أنت بتفكرني بالدكتور مصطفى محمود والمسل كان الله يحب الله يحب الله يحب فهذه طبعا فرصة عظيمة أن تبدأ حضرتك من نوع ده وأنه إحنا ندخق فأرفضنا اللي هي شرعية بقى طالما أنه إحنا بنتكلم في أمور دينية وكان أختم بحاجة دكتور مبعزيز في 30 ثانية كان هناك تجربة فريدة للدكتور زي خلول المجار من مصر وحددك طبعا أكيد تعرف زي خلول المجار طبعا حاول بيكت هاتش الشديد جدا على أنه هو يبرز العجاز في القرآن الكريم بالمادة والفيزياء والمسائل اللي هي المادية فتبين في حاجات كثيرة جدا معظمة لم تثبت وطلعت عكسها وهو في الآخر قال لها ده كان خطأ مني أنه أنا أجيب نظريات وأسقطها على الآيات أو الأحييس فدي بس نقطة دايما أنا بخشاه تحياتي دي جديد في المصطفى استعحيات قلبية لحضرتك على المحاضرة الرقية وتحياتي لما تفعله أريد من سباق الأمم أنا اشتركت فيه والمحاضرات القيمة جدا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا شكري العميق لحضرتك سعادة البروفيسور أستاذنا العزيز أنا أشكرك جدا على هذه الملاحظات وفعلا هو هذا العلم العلم أنه أنت الاختلاف في الرأي لا يفسد الودة لقضية ولكن نحول الاختلاف إلى خلاف هذا الغير مقبول أنا أشكرك على هذه الملاحظات القيمة الرائعة جدا فعلا اللي تكلمت به هذا فيه دراسات تثبت هذا الشيء هذا الممنون جدا وسعيد أنه يكون قامات علمية أمثال حضراتكم مشرفين في هذه المنصة بارك الله بيك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لك سعادة البروف وسعادة الأستاذ الدكتور سرحان أحمد وباقي المشتركين الأعضاء الأفاضل الذين أثروا هذه المداخلات القيمة بأفكارهم ومقترحاتهم وإضافاتهم القيمة بارك الله فيكم جميعا حضرنا الكرام نعتذر لحضراتكم تجاوز الوقت المسموح للمحاضرة ونشكر باسمكم سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد رجب النجار رئيس الأكاديمية الدولية للتطوير عضو البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية للاتحاد الأوروبي على ما قدم لنا من هذه المحاضرة القيمة والرائعة فكل الشكر والتقدير لكم وبارك الله فيكم وفي سعادة البروف شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا لمنصة أريد شكرا للقائمين عليها شكرا لرجال الظل شكرا لسعادة حضرتك الدكتور الأستاذ الراقية على الرواع بالتقديم شكرا للأستاذ سيف السويدي رئيس المنصة شكرا لكل من شاركنا بهذه الأمسية الرائعة الأمسية الرمضانية شكرا لكل المداخلات لكم من نفاق الاحترام والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء ورمضان كريم وصيام مقبول للجميع إن شاء الله شكرا جزيلا لك سعادة البروف نعم عزائي الحضور وفيكم بارك الله ننتقل معكم إلى كيفية تحميل شهادة المحاضرة لهذا اليوم مع سعادة الأستاذ عدنان قلعشي ليشرح لنا كيفية تحميل الشهادة المجانية لهذه المحاضرة لتفضل أستاذ عدنان قلعشي مشكورا مأجورا تفضل أستاذ عدنان معك الصلاحية شكرا أستاذ صفى بارك الله فيكم تزاكم الله وعنا كل خير مخاضرة أكثر من رائع بل وصلت إلى حد الإدهاج تزاكم الله خيرا من سعادة البروف وصطفى الله يكرمك يا رب على هذه المعلومات الرائعة نعم أحبتنا الحضور تم وضع رابط الشهادة الحضور والشهادة في التشات وسنقوم إن شاء الله بشرح بطريقة خصولي على الشهادة نعم سنقوم نفتح نفتح مشاركة الشاشة نعم حبتنا الكرام عند البحث على منصة أريد في خانة البحث في جوجل ونكتب منصة أريد سوف تظهر لنا الصفحة الرئيسية الظاهرة أمامكم وبمجرد الضغط على تسجيل الدخول سوف يطلب الإيميل وكلمة السر لمن كان من أعضاء منصة أريد فيتم الدخول مباشرة إلى المنصة أما لمن لم يسجل بعد فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد ويتطلب الأمر معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد الإلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها والدولة التي نحن فيها ومن ثم الضغط على تسجيل أو التسجيل سوف نصبح رسميا أعضاء في المنصة ويوجد في أعلى الزاوية الطرف اليمين من الشاشة شرح مبسط لعملية التسجيل عند الانتهاء ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة ثم نقوم بالضغط على نظام عليم في الجهة اليمنى من الشاشة نظام عليم ننتقل مباشرة إلى أقسام نظام عليم وبإمكانكم بالطلاع على جميع المحاضرات الموجودة والأقسام أيضا نختار منها المحاضرات القادمة قسم المحاضرات القادمة فينتقل مباشرة إلى جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في الأيام القادمة نختار المحاضرة التي نحن بإصاددها وهي الإعجاز القرآني في ظل تحديات العصر الرقمي فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرة طبعا أحبتنا الكرام ننوه إلى أنه تم وضع رابط الشهادة فنرجو نسخه لأنه يوجد ضغط كبير على السيرفر نرجو ضغط الضغط أو الاحتفاظ بالرابط سأضعه مرة أخرى لحضراتكم من أجل من لم يعني يحمل الرابط عنده وإن كان يرجع في وقت آخر عند يعني يخف الضغط على السيرفر تم وضع الرابط طبعا نضغط على أصدار الشهادة باللغة العربية نضغط على أصدار الشهادة باللغة العربية فتظهر أمامنا الصفحات تحميل الشهادة الإلكترونية نقوم بالضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية فتظهر لنا بالصورة الواضحة أمامكم هذه هي الشهادة الخاصة بهذه المحاضرة نعم ننوه مرة أخرى إلى أنه يرجى من حضراتكم نسخ رابط المحاضرة أو رابط الشهادة ننبه أيضا أحبتنا الكرام إلى أنه سوف نقوم برفع التسجيل للمحاضرة على منصتنا منصة أريد العلمية على اليوتيوب وهذه هي القناة الصفحة الرسمية للقناة وبإمكانكم مشاهدة جميع الحلقات والندوات والمحاضرات للمنصة هذه جميع المحاضرات والندوات التي قدمت في المنصة سوف نقوم بإذن الله برفع التسجيل للمحاضرة غدا إن شاء الله أيضا على الصفحة الرئيسية للمنصة على اليوتيوب نعم حبتنا الكرام ننوه مرة أخرى إلى أنه يرجى نسخ رابط الشهادة للرجوع إليه في وقت آخر في حال عدم تحميل الشهادة بزاكم الله عنها كل خير بارك الله فيكم والشكر موصول لسعادة البروف مصطفى النجار والكلمة الختامية مع الأستاذ صفحة فتفضلين مشكولا تفضل الأستاذ صفحة شكرا جزيلا لك أستاذ عناق العشي على هذا الشرح الرائع بارك الله فيكم وتقبل الله منكم صارح الأعمال وفقكم لكل خير وفي الختام أحبتي الحضور الكرام نتقدم بالشكر الجزيلا لكم ولسعادة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد النجار على محاضرته الرائعة والماتعة نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها وتأمل الكون العجيب الذي خلقه الله العظيم سبحانه وتعالى وأن الإعجاز القرآني هو دعوة لنا جميعا في مزيد من التأمل ومزيد من التعمق في كتاب الله وآياته فهو النور والهدى في زمن الظلمات ولنستفيد من التكنولوجيا لنشر العلم والحقيقة والتواصل الإيجابي كما قال العالم ابن سينا إن الكون يعد بمثابة كتاب مفتوح يحمل في صفحاته آيات الحكمة والإبداع الإلهي ومقولة للورانس كراوس يقول في تأمل الكون تكمن إجابات لأسئلة لم تطرح بعد فالكون يحمل في طياته أسرارا لا تزال تنتظر من يكشفها ومعكم أحبة الحضور ستقدم لكم منصة أريد العلمية كل جديد ومفيد بارك الله فيكم ونشكركم على حسن الاستماع والحضور والمشاركة نفتقيكم في ندوات ومحاضرات جديدة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا لكم